اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الكلمة اول كلمة موجودة عندي اللي هي كلمة literature وكلمة literature زي ما انتم شايفين دي معناها زي ما انتم عارفين اهو معناها الادب والادب المقصود به هنا مش الاخلاق لا المقصود بالادب هنا يا اخواننا المقصود به اللي هو عبارة عن القصة القصيرة والرواية والمسرح ولكل حضراتكم اللي انتم عارفينه ده الكلمة الثانية كلمة biology biology وده يقصد بهذه الكلمة كلمة biology طب اصلا بيوغرافي اسف كلمة بيوغرافي ويقصد بها السيرة الزاتية وبعد شوية هنعرف الفرق بين كلمة بيوغرافي واوتو بيوغرافي الذي يقوم بالتأليف الذي يقوم بالتأليف الكتاب او القصة بنسميه اوثر اوثر معناها المؤلف باسيفك وهو الهادي يعني المحيط الهادي كدناب يخطف كدناب معناها يخطف يخطف طفل في كلمة تانية اسمها hijack ده بيخطف طائرة او يخطف سيارة كلمة case الكيس هي بمعنى حقيبة وبمعنى حال وبمعنى وعاء حتى الكيس بتاعة الكمبيوتر بتقول عليها case successful هو الرجل الناجح يعني او الشخص الناجح ده بيقول عليها successful بعدين كلمة treasure وهو الكنز كما اخذنا هذه الكلمة في القصة بتاعتنا adventure هي المغامرة وتنفع صفة وتنفع اسم وتنفع صفة للاشياء الغير عاقلة اما الانسان فيسمى بادفنترس pirate pirate اللي هما القراصنة التبن اسمه هي التبن اللي هو هي اللي هو يعني اللي عبارة عن العشب الجاف gardener البستاني او الجنيني ستبفهمها someone who take after the garden الذي او look after the garden او take care of the garden follow هنا بمعنى يتبو لك follow me follow me اتبعني تعالى ورايا كلمة rules وهي القواعد powim القصيدة والقصيدة هي عبارة عن نوع من انواع powitry وهو الشعر والذي يكتب الشعر يسمى powit اي الشاعر المفتاح يسمى key وده بياخد حرف الجر to او key to key to كلمة current بالa وcurrent بالe لو بالa تو هو الزبيب او العنب المجفف وكلمة بالe معناها الجاري او الحالي او current events يعني معناها الاحداث الجارية في عندي كلمة behind ودي معناها خلف a cook هو الطباخ لو حطت لها er هذه الكلمة بيجت بدل ما هو طباخ بيجت بتجاز يعني الكلمة دي لو انا اضفت لها er في اخرها فهي هنا بمعنى ايه بمعنى البتجاز plot d بمعنى قطعة ارض وهليها معاني تاني كثيرة جدا هذه الكلمة اللي هي كلمة plot d d بمعنى قطعة ارض وبمعنى اه يتآمر او مؤامرة يتآمر او مؤامرة وفي نفس الوقت كمان تيجي بمعنى حبكة القصة نفسها ويش يتمنى garden الحديقة باس الممر سرو يعني خلال كلمة busy اللي هي معناها مشغول comic وهي المجلة الهزلية يعني المجلة فيها الكاريكاتير وفيها النكت دي بنسميها الكوميك فيفر معروف معروف يعني مش معناها شخص مشهور لا كلمة فيفر المعروف هنا اي الشيء الطيب الذي يقولك انت عملت فيها معروف انت عملت فيها جميل فهذه الكلمة فيفر وتأخذ الفعل do يعني دو اففر دو اففر افتكر الكلام دي احنا بنحل بعد شوية suppose اللي هي بمعنى يفترض suppose اللي هي بمعنى يفترض respond يستجيب بيساوي كلمة reply يستجيب حد بيسأل والتاني بيطلب والتاني بيستجيب formal يعني كلام كلامك مع الاكبر منك كلامك مع رؤسائك بكلام formal كلام رسمي اما كلامك مع اصدقائك ومع اصحابك بنقول عليه informal يعني كلام غير رسمي neighbor اللي هم جيرانك اللي حواليك بنسميهم neighbor dress تأتي ممكن بمعنى لو قالت address تقبى فستان لكن لو جاءت بمعنى dress لها معنين بمعنى يرتدي وبمعنى يلبس غيره يعني زي الام لما تلبس طفلها candle هي الشمعة لما يكونش فيه كهرباء بستخدم candle وهي الشمعة في كلمتين شبه بعض عندي هنا هو الكلمة اللي عنده حضراتكم اللي احنا بنتكلم عليها بنقول كلمة quiet اللي هي هادئ اللي اي بتاعتها داخلية وكلمة quit ده اللي هو بمعنى تماماً كلمة hub يقفز تسمع لما بيقولك يلا نلعب hey la hub hey la hub ها كلمة hub دي جاءت من اللغة الانجليزية ومعناها يقفز describe أوصف شيء اسمها describe والوصف اسمه description فصل من فصول السنة مش فصل دراسي لا فصل من فصول السنة مثل الشتاء والصيف وهكذا بنقول عليه season بيت الشعر البيت بتاع الشعر نقول verse رايم هي القافية اللي هي الكلمات اللي في آخر كل جملة في آخرها بنقول عليها رايم هي القافية وكلمة رسم أو رتم وهو الوزن الشعري الوزن الشعري اللي هنا بتوزن الأشعار وانتو طبعاً درست الكلام ده في البلاغة في اللغة العربية especially دي معناها خاصة pouring لو هوصف حاجة غير عاقلة بقول pouring لو انا هتكلم عن نفسي أقول هنا كلمة poured poured معناها مل activities الأنشطة fair عادل وعكسها unfair fair وعكسها unfair حط لها you in في الأول تقبل معناها غير عادل أو ظالم fun هي المتعة lens أطول dislike يكره تساوي كلمة hate ومن كلمة hate يأتي الاسم hatred وهي الكراهية publish الذي ينشر المقالات والقصص والكتب الذي ينشر والناشر نفسه اسمه publisher grow up يكبر عقبالكم إن شاء الله clear هو شيء واضح raw الصف لما تكونوا قاعدين جنب بعض نقول raw لو قاعدين وراء بعض ده بنسميها cue أو line كلمة fruit السمرة أو الفكهة مسمر دي تنفع مع الحضائق ومع الأعمال البزنس يقول عليها fruitful dig يحفر في الأرض يعني make a hole يعمل hole حفرة داخل الأرض follow قلناها rules القواعد unfriendly friendly هو الشخص الودود unfriendly الشخص الغير ودود اللي ما بيحبش الناس بلغتنا وتولز هي الأدوات مرت علينا يا سنة أولى من خلال كلامنا مجموعة من الكلمات لا بد من معرفة definition بتاعها التعريف بتاع هذه الكلمات ايه التعريف؟ قال لي كلمة novel novel ده عبارة عن long story novel هو long story يعني القصة الطويلة القصة الطويلة نقول عليها رواية poem ده عبارة عن piece of writing ده عبارة عن كتابة بس محطوطة في خطوط أو سطور poetry الشعر ده نوع من أنواع ما تشخبطش يا كريم بهيج ما تحطش الجلم بتاعك عشان ما تبصش الدنيا poet وهو الشاعر someone who writes poems hey اللي هو plot اللي هو عندنا اللي قلنا قطعة الأرض الصغيرة اللي بنزرع فيها dig اللي هو بمعنى يحفر gravel gravel الزلط عارفين الزلط اللي انتوا بتضربوا بعض به ده هذا هو الكلام من ضمن الحياة اللي احنا لاحظناها في خلال القراءة بتاعتنا بمجموعة من الاكسيبريشنز وهي التعبيرات ومعاها البريبوزيشنز اللي هي اللي عندنا حروف الجر away behind يعني خلفي تماما بعيد best knowing الناس اللي الشطار اللي عايزين اكتبوا كلمات دي بتساوي famous for best knowing for تساوي famous for بتساوي will knowing هذه تلات كلمات بيساوي بعض best knowing for بعدين famous for will knowing for تلات كلمات اهو وطبعا عايز اقول لحضراتكم ان شاء الرحمن بعد ونخلص احنا بنعمل منتاج لهذه الحلقة وبنزلها على الجروب بتاعنا يعني pacific ocean pacific ocean المحيط الهادي الناس اللي هما معايا دلوقتي بس على الجروب اللي باقي كله هحزفه كل اللي مش حضر معايا هحزفه pacific ocean half rhythm يعني لها ايقاع popular wiz محبوب precious trigger ربنا يكرمكم وتلاقوا precious trigger شركينز سمين او نفيس help with دي يأتي بعدها اسم الناس اللي بتكتب ورايا بعد help with تقول زائد اسم يأتي بعدها اسم lay it down لما تكون الحياة جميلة وانت مش عايز تسيبها متمسك بيها بيقول ايه don't lay it down لا يطرحها جانبا ولا يتركها ابدا current row current row ده عبارة عن صف من اسجار العنب انتو عارفين العنب بيزرع جنبا الى جنب adventure story قصة قصة مغامرة وزي ما قلت لحضراتكم ان adventure تنفع صفة pair feed كلمة pair feed بص بقى الكلمة دي لو بتستخدمها مع الاقدام معناها حافية القدمين بلا حزاء لو قلت pair land يعني ارض جرداء بلا زرعة فيها ولا ماء فكلمة pair معناها خالية من الغطاء put something away حط كل حاجة في مكانها anything else لما تروح المطعم بعد متى جيب لك الاكل اقول لك عايز حاجة تانية يا استاذ anything else master piece دي معناها antique يعني معناها تحفة حاجة جميلة بص الكلمة دي pair and brown دي بيوصف بيها الحضائق ويوصف بيها الزراعات معناها غير مورقة يعني جرداء واشجارها واغصانها بنية ما فيهاش اوراق ودي بيوصف بيها الحضائق summer goals اي ان الصيف بدأ ايه ينتهي language notes لو انا شغال وانت في حتة مش عارفها ومش فهمها بتعمل ايه في عندك اسمها raise hand بترفع ايدك في ايد زرجة بتجيني بعرف انك انت عايز سؤال وبتوقف وارد عليه عشان ربما حد يا فين دي يا مستر مش عارف انت عارف انا شغال في مستوطر شراحة لجيتها ايو شفتها شفتها تمام زي الفل فين دي يا مستر مش عارف انا عندكم فين هتلاقي كلمة مور تحت في الشمال يمين يمين وهتلاقيها مهول كلمة raise hand ايوة هي raise hand عندك مور و raise hand ايوة في اتنين رفعين ايديهم بيجربوا دول ولا بيرفعوا كده لحق لا بجرب بجرب يا ريم وزياد عبد الرحمن ومحمود ابو الحق بجرب 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 طيب يلا شيلها بك دوس عليها تاني زي دوس عليها طيب انا هشلها لك طيب بسم الله الرحمن الرحيم مع الجزء التاني language notes اللي هي الوظائف او الملاحظات اللغوية زي ما اتكلمت مع حضراتكم الكلمة اللي انا اتكلمت عليها اللي هي كلمة زي ما انتم شايفين كلمة favor اللي قلتلك معناها معروف او جميل انا بعمل فيك معروف او جميل favorite الصفة منها معناها مفضل وفيفورد لما اوصف بها شخص زي حضرتك معناها ان هذا الشخص ايه اه اه موهوب في عندي favorable هذا الشخص اللي هو بنقول عليه favorable ده ده عبارة عن خبر ان شاء الله نسمع خبر مفرح بنجاحكم كلكم كان you do me a favor هذا اللي انا كنت بقولك عليه ان كلمة favor يأتي معها do can you do me a favor يعني هل ممكن تتصنى عليها معروفا football is my favorite sport يعني الرياض الكرة القدم هي رياضتي المفضلة he is favorite يعني هو هنا talent عارفين كلمة talent يعني talent talent خدناها طيب ثلاثة يعني معناها موهوب بني ادم موهوب بساوي كلمة favorite ما بتفرجوش عليها كده الارب تايلاند دول she heard favorable news favorable يعني حاجة مفرحة بساوي كلمة pleasant عشان انت مطلوب منك تجيب معنا الكلمة باللغة الانجليزية في كلمة الفعل make الفعل make ركز معايا يأتي بعده مفعول ماشي عارفينها بعد المفعول يأتي ايه قال لي بعد المفعول يأتي مصدر بدون to أو صفة يعني زود جنب كلمة مصدر دي أو صفة أو صفة make يأتي بعدها make يأتي بعدها مفعول به وبعد المفعول به مصدر بدون مصدر أو صفة اكتب جنبها أو صفة عشان ناخد القاعدة كاملة he made اهي دا الفعل me دا المفعول right قاد الفعل في المصدر بدون to بط اللاعب يا محمود أبو الحجاج زي العالي الصغيارة قلنا مش تخبطش على الشاشة put away put away يعني ضع كل شيء في مكانه put off تؤجل بتسوي كلمة اسمها post bond اكتبها تحتيها B O S T B O N D B O S T B O N D post bond معناها يؤجل مكتوبة طبعا يعني بيجيبوها في المثال put off هذه put off بنستخدمها مع الحرائق واحد بيطفي حريقة أو put your box away لما أمك تقولك put your box away يعني حط كتبك في مكانها don't put off today's work until tomorrow ما معنى هذا المثل؟ المثل ده معناه ايه سنقوله؟ لا لا أجل اليوم الغد firemen put out a huge fire in our street رجال الاطفاء الاطفاء put out يعني اطفاءوا من حريق ضخم في شارعنا تعال بصي بقى على الكلمتين دول everyday و everyday ايه اللي ملاحظوا فيهم؟ ايه اللي ملاحظوا في الكلمتين دول يا سنة أولى؟ ها دول كلمتين ايه ايه في واحدة ان كل ان كل يوم دي كلمتين و يوم دي كلمتين برافو ايه فعلا ان everyday اذا جاءت كلمتين منفصلتين نقول عليها انها حال نقول عليها ان هي ايه؟ حال اما اذا جاءت كلمة واحدة فتعتبر صفة فاكتب لي تحت الكلمتين دي اللي اكتب تحتها حال والتانية اكتب تحتها صفة زائد اسم يعني هيجي وراها اسم كلمة يومي دي اللي انا مشاور عليها اشاور لك عليها بطريقة تاني اهي الكلمة دي دي اللي ما عملنا عليها مربع بالأزرق دي مبارة عن صفة ويأتي بعدها اسم زي ما عمل هو هنا لاحظ كده ان هو عمل معك ادي كلمة everyday اهيه وجاب وراها صفة اهيه فبيجيت everyday newspaper اي معناها الجريدة اليومية وزي ما نبهت على حضراتكم من قليل هناك كلمتين الكلمتين دول اللي هما كلمة بايوغرافي وكلمة اوتو بايوغرافي هاي عمتا بايوغرافي ولا اوتو بايوغرافي الاثنين بمعنى السيرة الزاتية الاثنين بمعنى السيرة الزاتية ولكن اذا السيرة الزاتية دي الشخص بيكتب قصة حياته بنفسه زي طاها حسين ما كتب قصة الايام دي نسميها اوتو بايوغرافي اوتو اوتوماتيك يعني اما اذا كنت تكتب سيرة غيرك يعني واحد بيكتب قصة حياة التاني فبنقول عليها بايوغرافي كيب زا جرافي الووك شوف هذا المثال ده شطر شعري كده stay on the bus row the garden يعني معناها كيب زا جرافي الووك بيقول لك خل الزلط يمشي ده تعبير بلاغي وانتو حضراتكم درستو البلاغة طبعا معناها انه هو ليه النهار رايح جاي رايح جاي رايح جاي على الحديقة بتاعته او على المكان الذي يقصده current row ده اللي هو قلنا عليها بالA عشان ما تلخبطش ده بنقول a line of plants that have small fruits ده اللي ميقول عليها الصف بتاع بتاع الفكهة او العنب ادي الكلمة اللي انا قلت لحضراتكم عليها لو انتو قاعدين جنب بعض على درجة واحد نقول عليه row صف اما اذا كنتوا واقفين ورا بعض زي طبور العيش او طبور المدرسة نقول عليها q يعني طبور الفعل c يأتي بعدها حشتين اما مصدر او فعل مضاف له ing يعني اما يأتي بعدها مصدر او يأتي بعدها الفعل مضاف له ing والاثنين يعني المعنى واحد مفيش اي اختلاف في الاثنين في عند i wish to speak he wishes to be interviewed wish to هنا wish to يأتي بعد ما تكون بمعنى ايه اريد هنا اتمنى او اريد i wish to speak to him اتمنى ان اتحدث اليه انا انا عاوز اكلمه الآن i wish to speak to him he wishes to be interviewed يعني تريد ان تعمل معها ايه مقابلة صحفية من اجل وظيفة تعال ابص بقى في الكلمتين دول و اقول الشطار بتوعي في كلمة اسمها برو 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 ماني يعني برو ماني الشطار اللي هيردو استلب فلوس يا استلب فلوس برافو واحد بس اللي يجاوب واحد بس يا حضرات معقولة بس هو اللي استاهل بس استلب فلوس يا مصدر ها ها عم دلي على سالمة الفلوس ناش فعلاً هنا طيب بص للتانية بقى بص للتانية التانية b-o-r-r-o-w لكنا بص اللي قدامنا دي عبارة عن ايه b-a-r-r-o-w خلي بالك فارقة حرف واحد ودي عارفين معناه ايه الولاد طبعاً يعرفوها اسمها البرويطة تعرفوا البرويطة يعيو apply سلاح تعرف البرويطة سلاح أكيد طبعا اسمها إيه البرو بارو اللي هي البرويتا something with one wheel يعني لها رجلة وحدة that gardens الجنينية used to carry things from the garden بيستخدموها في حمل الأشياء result in result الوحدها سنأولى بمعنى نتيجة result الوحدها بمعنى نتيجة لكن result in يعني يؤدي إلى اللي بتساوي كلمة lead in إنما result from دي ينتج من اللي بتساوي result of برضو نتخلي بالكم من البلاو الأربعة دول عشان أنت لما تخش الانتحان إن شاء الرحمن هتلاقي السؤال الأولاني في الاختياري السؤال الأولاني في الاختياري كل سؤال في خمس اختيارات هتختار منهم اتنين والسؤال ده عليه كم درجة؟ درجتين يعني واحد واثنين عليهم أربع درجات أول سؤالين بتوجيههم كدهون عليهم أربع درجات وبعدهم اتناشر سؤال منهم ستة كلمات وستة جرامر عليهم اتناشر درجة اربعة واثناشر هتلاقيهم ستاشر درجة خلي بالك من عملية الحياة اللي بيستوى بعضها دي طيب في عندي تاني كلمة فارزر بالإيه؟ معناها أبعد فيورزر برضو معناها أبعد بس لها معنى زيادة بمعنى إضافي فيورزر طايم يعني وقت إضافي إن زيير زي طايم إن زيير زي طايم لاحظتوا إيه في الكلمتين دولة أسهلها لك دي ودي إيه اللي انت لاحظتويا سنقولة في دول نشوف كده عندكم لماحين اللي بسطر فاستة تمام واحد قبل الإس والثاني بعد الإس وثاني بعد الإس ليه؟ مين شاطري يقول هالي دي؟ إن دي إس الملكية باي؟ مهمة لاتنين إس الملكية ليه دي حطاها قبل الإس ودي حطاها بعد الإس علشان فيه أي أيوة يعني إيه فيها قبلها يعني إيه فيها تمام مفرد برافو عليك فعلا إذا كانت الكلمة مفرد وعايز أعمل لها ملكية بضف لها أبوستروف إس إنما إذا كانت الكلمة جمع وهي أصلا فيها إس بضف لها أبوستروف فقط تمام؟ يعني كويس أنت طبعا إيه وصلت للإيه للنهاية؟ بتاعتنا تمام تعالى كلمة blame بمعنى يلوم blame بمعنى يلوم جل blame دي بيأتي بعدها حرفية إما off يعني بيأتي بعدها إما حرف الجر off وإما حرف الجر on إمتا أستخدم فور إمتا أستخدم فور وإمتا أستخدم on قال لي يا أستاذ تستخدم فور تستخدم فور يعني قال لي لو أنت حبيت كده تبص كده معايا في هذه الجزئية اللي قدامك وأنا قلت لحضراتكم مثلا بص كده في هذه الجزئية اللي موجودة شايفين كده عندنا؟ شايفين الصبورة؟ شايفين الصبورة؟ أهو أهو I blame أهي I blame علي خلاص فور بريكينج ز فاز أهي بص اللي حصل عنده حضرتك أنا استخدمت الفعل blame وبعدين استخدمت فور تمام؟ قلت له ماشي خلاص يا عم قال لي لكن بص حضرتك للتمرين الثاني اللي أنا هقول لحضرتك عليه I أهو نفس الكلام I blame أنا ألوم بص كده بريكينج بلين مش أنا فارغ التانية اسمها empathy فارغ المرات الكريم دي كل شيء بطلع ليه I blame بريكينج زه فارغ أهو نفس الكلام 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 إذا ما بدأت بغير العاقل لجيت حرف الجر مين on كما ترى أمام تمام تعالوا نرجع مرة تانية للي احنا كنا شغالين فيه قال لي عند حضرتك هنا predict اللي هي يتنبأ اللي بيساوي كلمة make prediction يعني أنا بعمل تنبؤ وقادي الفعل predict وقادي made prediction والاتنين بمعنى يتنبأ قال لي خلي بال حضرتك كلمة need to need to need to لما أجي أحولها للمبني المجهول إما أن يأتي بعدها بي زائد التصريف الثالث للفعل أو يأتي وعدها مباشرة الفعل مضاف له ING the car needs to be minded السيارة تحتاج إلى أن تصلح أو the car needs mending السيارة تحتاج للتصليح ففي كلتا الحالتين يا حضرات أنا بستخدم يعني إما to be زائد التصريف الثالث أو فعل مضاف له ING الفعل سجست بيأتي بعده إيه؟ قال للفعل سجست إما أن يأتي بعده فعل مضافا له ING وإما أن يأتي بعده زات لو جاء بعده زات يأتي بعده جملة كاملة فيها عبارة عن شد زائد المصدر جملة كاملة عبارة عن شد زائد المصدر وممكن يختفي شد دي وبرضو أستخدم الفعل في المصدر كما هو نختم كلامنا بالفرق بين كلمة رود وروت الفرق بين كلمة رود وروت دي بالدي ودي بالتي لأخذت لبالك رود ده طريق بين البلدين ممهد مسافلة باين لكن الطريق اللي هو الروت الطريق أو مصار في البحر في البر في الجو يعني حيا ماشي فيها كده زي ما أنت تكون ماشي على طراب لكن مش مسافلة ده ده بنسميه رود وكلمة رود كمان ممكن نستخدمها إحنا كشيء معنوي طريق النجاح نسميه رود برضو روت أو سكسس اللي هو طريق النجاح نتمنى أن تشقوا طريق النجاح مع بعض تعالوا نشوف حضرات السادة والسكر الزيادة نشوف كده فاكرين طبعا الناس نشوفوا الناس كم واحد رح يجاوب الشباك لا يغطى بأي شيء نقول عليه إيه ده يا رامز نمبر ايه مستر ايه برافو عليك فعلا نمبر ايه تمام قطعة ارض محمود الراوي هرب محمود الراوي مش عارف اجابة صحيحة يعني دي من اجابات الصحيحة وده انا كويس ان هي بالرغم ان هي صعبة الا انك انت حلتها وده كلام كويس يستخدمون ايه توفيد انيمالز قول يا كريم انا هتبقى نمبر دي دي للاخر ده المانيور ده معناه السماد هتوكل حيوانات السماد تجيب ايالهم ها بنأكل ايه الحيوانات يا باس انا اقوله نمبر ايه نمبر بي اه بي بي هاي 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 ليه معناها الهي دي العشبة العشبة او التبنة تمام باعلن الناس المركزة معايا تمام طيب طيب يعني انا بشيل حاجة من الارض بشيل حاجة من الارض تعرفي اجهات ولا هاجر تعرفي هاجر نمبر دي عارف يعني انا بحفر الارض بعمل بعمل بحفر احفر الارض بعمل بحفر اه سينج اه حدي الحاجة طيب دي سينج بمعنى يغني مش احنا عشان اقول لحضراتكم انا كده بختبر الناس اللي كانت مركزة معايا وانا بسرح بالكلمات ولا لا لازم تكون مركز معايا تماما والمذكرة قدامك موجودة دي دي بالمفتاح عمل ايه بالمفتاح يا زياد عمل ايه الباب لغ لغ برافو زياد تمام ما شاء الله عليه something that is not clever يعني بيقول حاية ليست ذكية or sensible or sensible يقبل حاية دي نقول عليها إيه مين يجاوبها دي عشان دي صعبة really رقم C أستاهر C الاجابة الصحيحة أهيه silly سخيف إنما really دي اللي انت بتقول عليها دي معناها حقا windy دي معناها ذات رياح sandy يعني متربة if you space you get good or useful from situation يعني استفدت من الموقف استفدت من الموقف فين الفعل بمعنى يستفيد forget forget يعني ايه beenfit forget forget معنى ايه ينسى ينسى ايوه اللي قال benefit ده تمام شاطر برافو عليك it is it is enjoyable and nice حاجة لطيفة وحلوة بنقول عليها ايه مبارسية مستر horrible دي هوريبول يعني مرعوب بروب مرعب رقم ايه بورينج بورينج يعني ممل بورينج يعني ممل باخر واحدة دي دي بليزن بريزن بليزن بليزن يعني صار بعد ايه بعد ما جيه قلنا التلاتة فضلة واحدة gold silver الدهب والفضة والمني hiding in a place مستخبية في مكان فنقول عليها ايه دهب بليزر بليزر يا مستر نمبر ايه بليزر يا ابن لسه معناها السعادة مل ما خدتش القصة ايه نمبر سي نمبر سي بي بقول بي بي دي معناها ايه تريجر تريجر يعني ايه الكنز الكنز ايه دي من الكلمات المتوقعة عرفتوا ليه انا خايف عليكم يا سنقوله اها مجرد انك انت ركنتلك اسبوعين بس بدأ المستوى يتهز وبدأت الدنيا تتبهدل معنا خالص ما بالك بقى الغاية الامتحان هيكون حالك ايه تعب دعبي كله هيروح او انطر زلايت وز اف يعني النور الطفا كاندل 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 اللي قال كاندل هو اللي اجابته صح واحبو اللي كلاسز استخدم للضار طبعا العمل كاندل هو تمام كويس هو اللي جاوب كاندل برافو عليه تسفيق دليه هو بس تسفيق دليه هو بس صوت بيتكرر زي الموسيقى في الشعر بنقول عليه رايزم تمام اللي قالها هو الشاطر تمام موفينغ دي بقى محدش يعرفها لنديم من ابتدائي موفينغ سيت كرسي متحرط زاتة تشيلدرين بلاي اون الاطفال يلعبون عليه سوينجا مستو بي بي سوينج ومعناها الارجوحة ترجيمها لو انت مستر قلتها انا معشان كده بقول انت اللي برافو عليه طيب هسيبكم انا مع اللي جاية دي ثانية تيم الضمبه نمبر ايه مستر قلت ايه قلت ايه كاندلس 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 باي موفينغ جير وزنه الكتريسيتي مفيش كهربا ايه بها اخد ايه نمبر ايه مستر كاندلس معناه ايه شامعة 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 تمام نمبر ايه تمام 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 طيب تعالوا بنا ان نشوف تاني اه تاني زي فاوند ان اولد شب وجدوا سفينة قديمة اندر زووتر ويتش زي سينك از فل اوف غيجر اكسلان مين اللي جاوب اسمك عمد حمد خالد برافو عليك ابن خالد تمام او ميو انت اللي مسحصح معايا تمام تمام انت والسطار اللي بيجاوبوا كويس خالص تمام خد لك حتة كمان ايه ما او ميو انت اللي مسحصح معايا انا مش عباني الموسيقى دي ادداز انت هاف لانه لا يوجد فيها اي ايه رم برافو برافو تمام I enjoy riding بتركب ايه انزبارك في الحديقة swing ومعناها رجوحة تمام ايوه كده الناس بدأ تسحصحه الشطار بدأ يسحصحه وطبعا في أصوات مشسمحة خالصنا فورهم وارك we have to write the first لأستاذ قال لنا الواجب اكتبوا اول بيرس شابتر شابتر ده فصل بيرس 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 برافو ايوه ايوه كده الناس الشطار it was very sitting in the park بقعت في الحديقة كده at the end of hot day نمبر بي يا مسكر بعد انتنين حروا جاث الطلاوة بالليل فليوم ده نسميه بالليل بقعت لك جو ده نسميه ايه نمبر بي بي بليزانت يعني جو صار فعلا اجابة صحيحة قلت انا مسكر قل اللي قال التسفير قدلي لا يستطع لهم لا يستطع لهم بيأكل الخراف ايه هاي ايه 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 العشب العشب بجاك تمام اه بص لما بتحلي معايا بكررلك الكلمة كلمة هتحفظ معاك ما بتعمل ايه للباب ها لك انا هلوك فيهم الاولى الاولى فعلا صحيحة قلت بهم ايه 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 The hotels in this city The hotels in this city هوبتو الفنادق في هذه المدينة تتمنى ان هي ايه من المطارات من المطار كلمة معادة منتت 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 ومعناها استفيد اكسلان برافو 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 ايشنا مع الشطار ممتازين Their mother told them not to go out اما قالتلك اوعة تطلع من البيت وانت نقاط feet long bare feet لا تلين 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 bare feet bare feet وأنا قلنا معناها حافي القدمين تمام وتلين بالبراف أن غير الشطار ممتاز ان هل يتصدر my grandfather always have lots of carrots كارت يعني جزر عن جزر من کارت كلا يتني بلوت بلوت بلوت. ومين اللي جاء البروت? ومين اللي جاء الحديقة? انا استرجلت اقول لهم الصف. مين اللي جاء الحديقة? انا قلت بلوت. اخوك ولوختك ده. بلوت يا. تمام. اسألني وانا اقول لك يا عدد بيسأل عليه. بيسأل عليه كلمة ايه هو? شكرا. تجد دو. تجد دو. كان يومي افيفور. فيفور تاخد? دو. اكسلانت اللي جاء لدو من الاول. فعلا لان قلنا احنا عندنا هذه الكلمة. تاخد دو. كلام خالص خالص خالص. الناس اللي مركزها معايا. ماي دو. اه؟ دو دو. اه؟ دو دو. دو دو. طب برجع للقاعدة كده وشوفها. دو دو. دو يا مستر. اه؟ لانه بيأتي بعدها المصدر بدون. دو. 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 الناس وقفين في ايه؟ توقف زير تيكس عشان يقطعوا اه؟ دو. 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 اخر واحدة. اخر واحدة. اه كيو. كيو اللي هي معناها ايه؟ طبور. طبور. اه. دجا دي. بيأيدي ولي هي يا مستر. بيأي. مستر. بيأي. ايه؟ يعني يمكن تحريقية البحث. انا بوصف الفعل سستخدم لو حال ما استخدم لو نسبة. هي اوت اف بيد. نط من السرير. اه سوافزة. اكبر خنبيا. ايه. اه. هوب. فكر كلمة الهوب. هل تعتقد أن كلمة مون هزا سيم أفزا ويرلت جون مون جون ممبر دي مستر دي دي ايوال قافي برافي تمام تمام I want you to do some job for me job do do excellent مين اللي قال do انا أنا بستر ايوال قول فلان صلاح رو is a line of plant دي مانتس ناباتات صف جنب بعضها نقول عليها صف من العنب number beaster excellent ramiz ايه يا مستر انا قلت لك رسان طيب انا بعتلك على اومير رسان طيب انا قلت لك موصلت لك التهنئة ايوة طابعا عايزين كحكوا بس كوت فين طيب the word hat rhymes the word cat اي حرف الجر اللي يأتي بعها four four two four two 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 one اه يا مستطيل two Normandy two is a small stones الزلط الصغير يسمى ايه gravel 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 تمام معاك المذكرة وبص بسرعة على الكلمة دي كلمة gravel الكلمات الحلوة يعني اللي هي دايما بنستخدمها كلمة كلمة two 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 when they revised they listened together they listened together الاثنين ذكروا مع بعض فحصلهم ايه الموس ضاعوا ايه لأ اه نكحة موس رقم ايه استطاق بربيحا أو استفادة كسب يعني لدي أقرأة عن أوسر روبرت لويس ستيفنسون لا يقرأ لا يقرأ لا يقرأ لا يقرأ لا يقرأ لا يقرأ تمام ساموة ساموة اسم اسمول في المحيط الباسيفيك إسلام أعلم أعلم فعلا إجابة صحيحة أعلم تمام ستيفنسون ستيفنسون مشهور بيكتب إيه لايك تريجر أيلان مثل جزيرة الكنز نوفينس 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 برافو 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 دي الناس الشاطرة فعلا اللي بتفرحني دي اللي إن شاء الله هجيب معانا وتطلع من القوائد السموة اللذي يكتب القصائد يسمى بويت 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 فعلا هو الشاعر إجابة صحيحة إن ماي أبنيون يعني في رأي في رأي بويت بويت يجب رأيت أباوت جاب لي لايف اسم يتنين زبابين بويت 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 بطر إنك إيه تحفظ هذه الأفعال يأتي بعدها تزايد المصر الأفعال يأتي بعدها آي إن جي كل الناس تعمل ميوت كل الناس تكفل المايك بتاعها تاني بيقول الأفعال في اللغة الإنجليزية لو لم يجي فعل ورا فعل يعني فعل ورا فعل جايين فعلين ورا بعض أعمل إيه أعمل إيه لما يكون عندي فعلين ورا بعض قال لي عنده حضرتك إيه إلا الفعل تحط بينهما تو وتسمى هذا النوع من الأفعال أفعال يأتي بعدها تو زائد المصدر أو أفعال يأتي بعدها الفعل التاني اللي بعدها يكون مضاف له آي إن جي دول سهلين هيت حفظوا دول بيجي وراهم تو زائد المصدر ودول بيأتي بعدهم آي إن جي لكن المشكلة الكبيرة اللي عندنا إنه هناك أفعال بتاخد اللي اتنين أفعال بتاخد اللي اتنين يعني إيه؟ يعني بتاخد تو زائد المصدر وتاخد آي إن جي ودي هي المشكلة الكبيرة اللي إحنا بتجبع عندنا عايزين لابد نخلي بنا منها كويس وبينقولي هاير اعمل ميوت يعني اجفل السوق بتحديد تعالوا نشوف مع بعض إيه هي الأفعال أنا هادي لك مثال طبعا هي مترجمة تتاخد من هنا تايم ولا وقت ولا أي شيء عندي زي الأفعال اللي موجودة قدام عضلاتكم الفعل agree الفعل I'd prefer الفعل want الفعل wish over upward كل الأفعال اللي قدامكم لكن إزاي بتيجي في الامتحان قال لي بص كده هادي لك مثال زي الفعل decided decided بمعنى يقرر أو قرره هذا الفعل اللي هو اللي هو هنا هو الفعل ده ما له قال لما يأتي بعده فعل آخر بيقى بالشكل ده يأتي بعده تو زائد المصدر إذن تبص تلاحظ decided to take وهكذا قص باقي الأفعال كلها agreed to buy refused to go decided not to go can't afford to buy written to dismiss يعني هتلاحظ أن كل هذه الأفعال اللي موجودة على مدار الأربع أعمدة دون أو خمس أعمدة دون بيقلهم بيأتي بعدهم زائد المصدر العيلة التانية العيلة التانية اللي هي بيأتي بعدها الفعل مضافا له ING بيأتي بعدها الفعل مضافا له ING زي الفعل enjoy و hate و risk و practice الفعل practice دائما بتنسي ويجيبه في الامتحان خلي بالكم منه و miss و consider و avoid و love و recommended وهكذا طيب قال لي كمان من أشهر الأفعال الفعلين دون يعترف و ينكر لأنك بتعترف بحاجة بعد أن فعلتها و تنكر شيء بعد أن فعلته إزاي بيقى شكلها في الامتحان؟ قال لي قادي الفعل enjoy بصي جوا رأيه watching يعني ما ينفعش أقول to watch يا بيت كل ما تقول لي عملك موت بتفتحي لي تاني هنا enjoyed watching يعني معناها هذه كلمة enjoy يأتي بعدها الفعل مضافا له ING لكن بص هناك كان بيقول ايه decided to take يعني جاء بعدها تو زائد المصدر أما هنا فأتى بعدها الفعل مضاف له ING أوعى تجب بفتك وتقول لي to ING هي لها حالات بس مش هنا kept not working kept جاء بعدها الفعل working avoid meeting risks leaving فهذه الأفعال كلها بنختار وراها ING والأفعال الأولانية كلها بنختار بعدها to زائد المصدر ونبدأ نخش بقى في مجموعة من الأفعال أخرى تاني تقول له هي ايه قال لي في أفعال أنا هدي لك قال لي أمثلة على اللي انت خدتها من شوية وتقول له ازاي قال لي هدي لك جملة ودي لك تساوي ايه يعني ايه قال لي بص كده الجملة دي بص الجملة الحلوة دي من أول الأخيرة كده هاشرحها ازاي هي ست ذات لقد قال أنه هي ديدنت استيل زمني قال أنا لم أسرق الأموال أنا لم أسرق الفلوس ماذا يقصد يعني هو عمل ايه دي الوقت اللي ماسرقش الفلوس قال لي هقول هالك بطريقة الأفعال معناها هي دي نايد ستيلينج يعني أنكرا سرقة المال يقول إذن هنا لم يجي يقول لك في الامتحان what does he mean ماذا يعني بقوله هي ست ذات هي ديدنت استيل زمني قال أنه لم أسرق الأموال ماذا يقصد بهذا هتقول له يقصد بهذا إنه هو هي دي نايد أنكرا أنكرا سرقة الأموال هي براكتس بلاينج زا بيانو يعني هو يمارس العزف what do you mind opening recommended watching ريسك كلايمينج هتلاقي كل هذه الأفعال أتى بعدها الفعل مضافا له ing بعد ما خلصنا أفعال خدنا أفعال بيأتي بعدها توزايد المصدر وخدنا أفعال بيأتي بعدها الفعل مضاف له ing من غير تو دلوقتي بقى مش أفعال لا ده مصطلحات تركيبات معينة يأتي بعدها ing خلي بالكم منها تركيبات معينة يأتي بعدها الفعل مضافا له ing I can't stand I can't stand buying the car do you mind helping me I feel like going with you it's worse working I can't deny playing the book is worth like I'm selling I can't help forgetting do you fancy playing it's no use it's no good wasting your time it isn't worse working hard I am busy studying studying هتلاحظ كل التركيبات اللي عند حضرتك اللي أنا قلتلك عليها أتى بعدها الفعل مضاف له ing زي الزي طب هنا قال worth keeping أهو can't stand talking can't help loving no use crying busy reading feel like drinking thinking كلها يأتي بعدها الفعل مضاف له ing العيلة الرابعة العيلة الرابعة هي أفعال تاخد الاتنين بس بمزاجك بك تديها تزايد المصدر تديها ing لا يختلف المعنى أبداً وهما الغلابة اللي قدام حضرتكم الفعل began يبدأ وstart يبدأ وcontinue يستمر وintend ينوي أو يقصد دي تجيب وراها تزايد المصدر ما تقول لكش لأ تجيب وراها ing ما تقول لكش لأ فإذا كأنك تقول لو قلت he started to play أقول لك شاطر لو قلت started playing أقول لك برافو عليك واحد يقول لي طب يا أستاذ طب أنتم عارفين ودي زكي قاعد وسطيكم هيقوله عارف لو جابولي الاثنين عارفينه طبعاً مين هو الزكي اللي هيسأل السؤال ده أقول له يا زكي هو طبعاً مش هجيب لك الاثنين لأن الاثنين ينفعوا هيجيب لك واحدة بس He intend to study I intend studying صح continued to argue صح continued arguing صح طيب starting to run صح وهكذا قال لي الأفعال اللي انت أخدتهم قال لي هادي لك كمان مجموعة يعني ايه برضو أفعال بتاخد توزا ايد المصدر وتاخد ING بس في فرق في المعنى قلت له مين دول قال لي هو love يحب قلت له ماشي يا عم وكلمة ايه تاني قال لي كمان هنغير لك السهمة عشان تصحصح معايا I love يحب أها وهيتي يكره ولايك يريد ويرغب وديسلايك لا يرغب ولا يريد بريفير يعني يفضل كانت بير لا يطيق أترجمهم لك تاني لو عايز تكتب ورايا هنجيبهم من ورا القدام كانت بير لا يطيق لا يتحمى بريفير يفضل ديسلايك لا يحب لايك يحب هيت يكره لف يحب إمت أستخدم وراهم ING وإمت أستخدم وراهم توزا إد المصدر قال لي والله لو أنت بتتحدث عن حدث دائم يعني حدث دائم يا أستاذ قال لي لو حضرتك بتتحدث عن شيء in general I love drinking tea أنا حب شرب الشاي لين نهار عملت بالبع في الشاي فحدث دائم بتاخد له ING she prefers swimming يعني هو يفضل السباحة معناها أنه لين نهار يبلبط في المية بطلع بي زياد she hates dancing هي تكره رق ألف سلامة فإذا إذا كان الحدث دائم متكرر تجيب ورا هؤلاء الأفعال الستة اللي قدام حضرتك دول تجيب وراهم إيه ING أما هذه الأفعال إذا جاء بعدها حدث مؤقت حاجة أو كانت مسبوقة بوض عندها شرطين لو كانت مسبوقة بوض أو كان الحدث بعدها مؤقت نجيب وراها TO زائد المصدر بمعنى I hate to disturb you I hate to disturb you أكره أن أزعجك الإزعاج اللي أنا عملته لك دا دائم ولا حاجة مؤقتة حصلت لحظة دون أن أقصد دا عبارة عن حاجة مؤقتة فلذلك بستخدم وراها تزائد المصدر لكن لو قلت I hate to disturb you جبت لها ING معناها أن أنا شغال أزعج حضرتك وهزعجك برضو تاني إذا هذه الأفعال إذا كان الحدث وراءها حدث دائم تأتي وراها ب-ING وإذا كان مؤقت أو مسبوقة بوض زي الجملة اللي جاية بعدها would you would you like would you like أو زي ما أنت شايف كده هو to drink نعم أنا حتى اللي هي أنا لسا أفضل برضو زعجك اللي هي لو أنا قلت I hate distributing هتطلقين جاية آه فتتحول إلى حدث إيه تتحول إلى الحدث ده لو حدث إيه دائم تمام برافو عليك كويس إنك كنت بصحصح معي آخر عيلة عيلة الرجال المحترمين اللي خلوا الناس كلها تعيط وهنشرحها بالتفصيل يعني إيه جزء جزء هبابة هبابة قطعة قطعة bit by bit أوكي أول فعل عنده حضراتكم هذي الأفعال الخمسة اللي موجودين قدامكم دول أفعال ياخدوا تو زائد المصدر أو بعدين ايه أو to أو ing يا تو زائد المصدر يا ing بس كل مرة ليها معنى يعني لو جبت وراها تو زائد المصدر يقبلها معنى ولو جبت وراها ing برضو يقبلها معنى آخر فإذا هذه الحالة أنا لازم أكون فاهم كويس عن ماذا تتحدث هذه الجملة بص بقى الفعل الأولان stop stop هنا بمعنى مش معنى يمنع بها هنا بمعنى يتوقف stop هنا بمعنى يتوقف عشان اللي بيكتب وراي الفعل هنا stop بمعنى يتوقف تقول له يعني ايه قال لي لو أتى بعدها ing لو أتى بعدها ing زي ما انت شايف كده معناها توقف عن ما كان يفعله ولم يفعل شيء آخر قلت له ايه الكلام ده جال لي هقول لك حاجة العيال شغالين في الفصل لك 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 وعملين دوشة دخل الأستاذ حصل ايه الاولاد stop talking يعني توقفوا عن الكلام عملوا حاية تاني لا الفرجة بتعزف على المسرح خلصت عزف توقفت عملوا حاية تاني لا قلت له ده معناه ايه جلده معناه يا أستاذ انهم هقول اتى بعدها ing stopped playing قلت له يا سلام طب لو اتى بعدها تزايد المصدر يقى معناه ايه يا أستاذ قال لي لو اتى بعدها تزايد المصدر هذا يعني انه كان يفعل شيء ثم توقف لكي يفعل شيء آخر المرة الاولانية اوقف ما كان يفعله وما عملش حاجة تانية انما المرة التانية اوقف ما كان يفعله وبدأ يفعل في شيء آخر يعني حضرتك بتذاكر والباب خبط عملت ايه اوقفت المذاكرة لكي تفتح الباب فنقول ايه طالما جبت تو معناها اوقفت ما كنت تفعله لكي تفعل شيء آخر فيه عندنا تاني الفعل تراي يحاول اذا جاء بعدها آي ان جي فهذا يعني انها محاولة ناجحة استطعت هي ترايد انسرينك زا اكزام يعني حل الامتحان كله صح لو قلت هي ترايد تو انسر زا اكزام اعرف ان هو طلع بقرة ولا حل ولا تنيل وكانت المحاولة فاشلة ده الفعل ايه تراي قال لي كمان هزود لك حية تاني قلت له ايه تاني يا اساس قال لي تراي سليبينج ايرلي في معنى اخر غير حكاية محاولة ناجحة قلت له معنى ايه قال معنى انك انت لما تكون بتجرب حاجة تشوفها تنجح ولا مش هتنجح يقول تراي زايد اي ان جي لها معنى ايه اما بمعنى انك تحاول محاولة ونجحت او تحاول كتجربة وتنتظر النتيجة الناحية التانية اذا جاء بعد تراي تو زايد المصدر لها معنى ايه اما يقصد بها ان المحاولة التي تحاولها فاشلة او انك تبزل مجهودا ولا نعرف النتيجة اي اي تراي تو ستادي هارد بيقولك حاول انك تزاكر يا عام حاول انك انت تزاكر اهو يعني انت ابزل مجهود واحنا مش عارفين بقى انت ونصيبا اخر فعلين عكس بعضهما الفعل فورجت والفعل ريميمبر ايه الفرق بين الاثنين في واضح الواحد تاني اسمه ريجريت هنتكلم عليه فلا اخر الفعل فورجت معناها ينسى والفعل ريميمبر معناها يتذكر يعني الفعل فورجت ده اللي قدام حضراتكم معناها ينسى وريميمبر معناها يتذكر كله ماشي ايه الفرق بينهما قال لي فورجت اذا جاء بعدها ing نجي يعني معناها عملت الحاجة ونسيت ازاي ازاي قال لي هاديك مثال الاستاذ قال لي بكرة تجيب معاك الفلوس بتاعت الدرس طلعت من بيتكم انت وماشي في نص الطريق اوه وصلت المدرسة الاستاذ قال ليك فين الفلوس بتقول لي الاستاذ انا نسيت اجيب الفلوس بعد ما خدت لك كلمتين والاستاذ مشي بيتدور في جيبك لقيت الفلوس موجودة يقب انت فعلت الشيء ولكنك نسيت نيجي وراها ايه ing بص المثال I forgot closing the door لما جاب بعدها ING يعني هو جفى للباب ونسي إنما لو أتى بعدها تو زائد المصدر معناها لم يفعل الشيء تماما I forgot to close the door أنا نسيت أن أغلق الباب معناها أنه لم يفعل الشيء تماما تاني forget زائد ING معناها فعل الفعل ونسيه أما تو زائد المصدر معناها نسي ولم يفعل الشيء أبدا أما remember إذا جاء بعدها ING معناها تذكر وعمل وفعل الشيء I remember I remember visiting my uncle أنا فاكر زيارتي لعمي أنا زرت وفاكر اللي فعلته إنما remember to معناها حاشتين أنه تذكر ثم فعل أو لم يفعل على الإطلاق تذكر ثم فعل يقول هنا الأستاذ يقول لك يعني remember to buy أو to bring the book افتكر تجيب الكتاب معاك فأنت وبتلبس قلت آه للأستاذ قال لنعمله كذا يلا يلا هات الكتاب فتذكرت ثم فعلت الفعل آخر فعل عندي اسمه regret وده معناه وده معناه ينسى أو يندم هذا الفعل معناه يندم آسف يعني يأسف أو يندم يأسف أو يندم إذا جاء بعدها آنجي ندم على شيء قد فعله وإذا جاء بعدها توزئد المصدر يسعر بالندم على شيء سوف يفعله إزاي قال له هاتديك مثال عشان متنساهوش الدرس الإنجليزي قال يا أخواننا الدرس بمين جنيه والمذكرة بتلاتين يجب أن عايز من حضراتكم مية وتلاتين جنيه الوات فلان قال لأ أنا هقول لأ أبويا الدرس بمية وخمسين واضرب العشرين في جيبي طيب تلوقتي هو إيه يعني عمل الحكاية دي إمتى وهو جاي من المدرسة ورايح البيت وهو جاي ورايح المدرسة لسه ما عملش العمل السود بدأ ضميره يتحرك وبدأ يحس بالندم فهو ندمان على حاجة عملها ولا لسه هيعملها ندمان على حاجة لسه هيعملها لسه هيعملها آهو كده فإنا نستخدم وراها الفعل مضاف له آي إني جي لو راح البيت والشيطان غلبه وقلبوه على المية وخمسين جنيه وراح ادل الأستاذ المية وتلاتين وحط العشرين جنيه في جيبه طلع من المدرسة واجعت منه ما شافهاش فهنا بدأ يندم على شيء قال ياريتني ما عملت ياريتني ما كدبتش على أبوي ولا سركته فندم على شيء بعد أن فعله فيأتي بعدها تو زائد المصدر اشتركوا في القناة